السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السادم في الجزء الثاني من الفصل السابع سنتناول الديستينيشن اف الامينيوم اللويز أي تمييز سبائك الالامينيوم إن سبائك الالامينيوم في واقع الأمر تقع فيه أحد نوعيه إما روت اللويز أي سبائك تنتج بالتشكيل أو كاستنج اللويز أي سبائك تنتج بالسباكة أو الكاستنج بمعنى أن السابيكة تصهر وتصب بداخل القالب المراد تشكيله وهذه العناصر أو روت اللويز على وجه التحديد تعتبر حوالي 9 أنواع وهي تكتب على نحو 4 أرقام أما الرقم الأول فهو يحدد العنصر الرئيسي في السابيكة فمثلا 1XX إذن العنصر الرئيسي هو الألمينيوم وفي الغالب نطلق عليه كوميرشلي بيور ألمينيوم أي الألمينيوم النقاء تجاري وفي الغالب يكون أكتر من 99% أما رقم 2 فمعنى أن العنصر الرئيسي هو الكبر وتكون إما ألمينيوم كبر أو ألمينيوم كبر ليثيام أما الثالث فهو عنصر المانجنيز أي ألمينيوم منجنيز أما رقم 4 فمعنى أن العنصر المضاف هو السيليكون أو الماغنيزيوم سيليكون أما خمسة فمعنى أن العنصر المضاف هو الألمينيوم ماغنيزيوم أما رقم ستة فمعناها أن العنصر المضاف هو مغنيزيوم وسيليكون بالإضافة إلى السبيكة الأصلية أو العنصر الأساسي وهو الألمينيوم أما سبعة فهي ألمينيوم مغنيزيوم أند زينك أما تمانية فهي إما ألمينيوم ليسيوم أو ألمينيوم أصدير أو زاركون أو بورن أما تسعة فهي تحدى الدراسة والتحليل أما الكاستينجالوي فهي تكتب على نحو سلاسة حروف فقط أو سلاسة أرقام فقط لتمييزها وهي واحد طبعا واحد هي العنصر الأساسي مع السبيكة كما إسلفنا أيضا واحد في الغالب تكون كميرشلي بيور ألمينيوم أي الألمينيوم النقاء تجاري وفي الغالب تكون نوت إيج هاردنابول أي أنها تكون غير قابلة لعملية الترسيب أو الهاردنينج أو التصليب بوسية الترسيب كما سنتناولها بالدراسة والتحليل رقم اثنين معناها ألمينيوم كبر رقم ثلاثة معناها ألمينيوم سيليكون كبر أو ألمينيوم مغنيزيوم سيليكون رقم أربعة معناها أنها ألمينيوم سيليكون رقم خمسة معناها ألمينيوم مغنيزيوم رقم سبعة معناها ألمينيوم مغنيزيوم زينك رقم 8 معناها ألمنيوم قصدير أما رقم 9 فهي تحت الدراسة والتحليل بالنسبة للرقمين الأخيرين في سبيكة الروت اللوي فهم يعبران عن النسبة العشرية أو الكسر العشري من السبيكة الألمنيوم كما سيطدح لنا فيما بعد أما الرقم الثاني فهو يحدد كم عدد الموديفكيشن أو التعديل الذي تم لهذه السبيكة شكرا